دشن معهد الدراسات القضائية والقانونية بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دشن برنامج حقوقي لموظفية القطاع العام وذلك بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية وبحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين الزميل يحياء العمري والتفاصيل في ظل السعي الدؤوب لكافة مؤسسات المملكة لتطور أدائها على مختلف الأسعدة جاء تدشين برنامج حقوقي ليركز على تطوير العاملين في القطاع العام حيث تسعى الجهات المشاركة في هذا البرنامج وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية يسعون إلى توعية وتعريف موظفي المؤسسات الحكومية بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان المكفولة لهم والتشريعات الوطنية وضوابط ممارستها البحرين للتنمية السياسية هدف الوصول أول شيء إلى المواطن والتعاون مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك المواطن في جميع الجهات حقوقي الآن يلمس المواطن في المقطاع العام وإن شاء الله في السنوات القادمة بيلمس المواطن في جميع القطاعات أول شيء في هذا الموضوع هو أن الشركاء يتعاونون وهذه صيقة جديدة يطرحها على أساس نتواصل مع الجميع برنامج حقوقي يستفيد منه 600 موظف وموظفة يشكل نافذة من نوافذ المعرفة والتحصيل العلمي والثقافي للموظفين في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية وذلك لاحتوائه على موضوعات متنوعة تلامس عددا من القضايا المتصلة بالوظيفة العامة لتطوير مهارات الموظفين في هذا المجال من خلال برنامج تدريبي احترافي تقدمه نخبة من الخبراء البحرينيين في هذا المجال ويتضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية احتواها أن الموظف العام يكون أكثر قدرة على الأداء الوظيفي بشكل احترافي أكبر لما يكون ملم بالتطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية أحد أهم هذه الجوانب هو الجانب الحقوقي والدستوري والقانوني فلما يكون الموظف ملم بهذه الجانب يستطيع بأنه يدي مهام بشكل احترافي أكثر بشكل يكون متناغم مع المنظومة العدلية والمنظومة الحقوقية والمنظومة الدستورية التي يتحرك من خلالها هذه البرنامج تكمن بأن الأول شيء أن الفئة المستهدفة هي فئة موظفية القطاع العام والنقطة الأخرى أن طبعاً هذه البرنامج راح يأدي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان واللي راح يستفيد منها الموظف بصفة شخصية كونه راح يعرف حقوقها الدستورية والقانونية والحقوقية بالإضافة راح يعزز ثقافة حقوق الإنسان شهدت الساحتين المحلية والدولية إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية والتعديلات الدستورية والقانونية في التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد وذلك ما التزمت به مملكة البحرين في تعديلاتها للتشريعات والقوانين المتصلة بتلك التطورات وهو ما يتطلب من العاملين في القطاع العام الإلمان بها ووعيها من خلال هذا البرنامج الذي يستمر لمدة شهر كامل عندما تتحد الرؤى والأهداف تتحد الخطوات والأفعال فهذه الجهات الثلاث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية اجتمعت هنا اليوم لتوعية الموظف في القطاع العام من خلال برنامجها حقوقي بحقوقه وواجباته الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان وجعلها ثقافة يومية يمارسها هذا الموظف من خلال أعماله في كل مكان يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين